السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي إذن نواصل مع المحور الثامن وهو المحور الخاص بالتقنيات في الـ AC Circuit ونبدأ اليوم إن شاء الله مع الطريقة الرابعة وهي طريقة السورس ترونسفورميشن سنطبقها في الـ AC ورأيناها مفصلة بكل المراحل مع الـ DC Part إذن المطلوب مني باستخدام طريقة السورس ترونسفورميشن أريد استخراج الجهد هذا الجهد في المقاوم 10 Ohm إذن الطريقة المتبعة للسورس ترونسفورميشن إذن كما قلنا أولا نقوم بتحويل السوركت إلى الفايزر إلى الفريقونسي دومين وقد تم هنا عندي الفورتسورس فيها وزاوية وكل المكونات الكهربائية موجودة عندي بوحدة الـ Ohm وهذا دليل على أنه قمنا بتحويلها كلها إلى الفايزر يعني كل المكونات هي بالإمبيدنس إذن ألاحظ هنا عندي فورتسورس سيريز مع مقاوم 5 Ohm أحولها إلى Current Source قيمة الـ Current فالسورس تساوي قيمة الفولت في الفايزر على قيمة المقاومة فأتحصل على قيمة التيار الكهربائي وهذه المقاومة التي كانت سيريز تصبح ماذا؟ برالل الآن ماذا أفعل؟ لأقوم بتبسيط هذه الدارة لإستخراج هذا المجهول مع الحذر وعدم لمس هذه الـ Branch لأنها هي المطلوبة مطلوب جهدها ماذا أفعل لتبسيط الدارة بعد هذه الخطوة الأولى؟ ألاحظ هنا عندي الخمسة Ohm هذه الـ Branch ماذا أراها؟ أراها Parallel مع هذه الـ Branch هذه الـ Branch تتكون من 3 Ohm و G4 Ohm عندي حقيقة وتخيل Parallel مع من مع هذه الـ Branch التي فيها حقيقة فقط مقاوم واحد فقط فيكون الضرب على الجمع لتكون أعوذ كل الـ Branch الأولى والـ Branch الثانية بـ Branch واحدة فقط اسمها Z1 لكن هذه الزادوان الآن ألاحظها مع الـ Current Source أحولها إلى ماذا؟ إلى Volt Sources الفولت سورس هذه كم قيمة الفولتج؟ إذن هي عبارة على الطيار ضرب الـ Impedance Parallel هذه قيمة الطيار وهذه قيمة الـ Impedance فأقوم بالضرب لأتحصل على قيمة الجهد وهذه الـ Impedance التي كانت Parallel تصبح ماذا؟ تصبح Series مع من؟ مع بقية المكونات في الدارة الكعربائية الآن انظر إلى هذه الدارة والفرق بينها وبين الأولى ألاحظ فرق كبير ومبسط لاستخراج هذا الجهد إذن أطبق قانون تقسيم الجهد الفولتج ديفيجين فيكون هذا الفي أكس ماذا يساوي؟ هو إذن قيمة الفولتج سورس ضرب المقاومة أو بصفة عامة أقول ضرب الـ Impedance التي فيها هذا الجهد المطلوب على كل المكونات الكعربائية السيريز في هذه الدارة لأتحصل إذن على الفي أكس على قيمة Amplitude وزاوية لو طلب مني الآن مثلا استخراج هذا الجهد في الـ Time Domain إذن ماذا يساوي؟ هو عبارة على Amplitude cos sin Omega T مع زاوية الزاوية كم؟ هي ثمانية سالب 28 دي 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 دي